انتقلت إلى رحمة الله تعالى يوم مساء الأربعاء 30 نوفمبر حق سناء حسن البنة رحمه الله تعالى وهي إحدى بنات الإمام الشهيد حسن البنة فمن هي سناء حسن البنة وعلاقتها بولدها وذكراتها التي حكتها عن والدها رحمه الله هذا ما نتحدث عنه بمشيئة الله تعالى توفيت الحق سناء حسن البنة ابنة الإمام الشهيد حسن البنة ورحمه الله كانت سيدة فاضلة يعني التقيتها أكثر من مرة كنت أشعر دائما ويشعر كذلك كل من التقى بها بالود واللطف والأمومة الحانية على من تتحدث معه رجالا ونساء ويعني التقيت بها أكثر من مرة وأول مرة أردت أن أسمع منها عن ذكرياتها مع والدها وحكت لي عدة تفاصيل مهمة تخبرنا عن خصوصيات حسن البنة في بيته وكيف كان يتعامل مع أبنائه وبناته وكانت هي يعني لهي الصغرى وهي يعني من أواسط بنات الإمام البنة لأن أكبرهم وفاء وطبعا لأن البنة عنده خمس بنات وولد توفي الأستاذ سيفي الإسلام رحمه الله من حوالي ثلاث سنين أو أكثر وتوفيت يعني حق سناء بتقول إن هي كان من ذكرياتها مع والدها إنه كان دايما يربي بالنقاش والحوار فكان مرة شافها على الأكل فشافت البنت جارتهم بتحط منوكير لون على ديها يعني اللي هو طلاء الأظافر فهو على الأكل كده بصيلها راح اتمداريها ديها هي عملت إيه؟ معندهاش منوكير فراح الجايبة الألم الأحمر اللي الأبوها بيصحح بيه وراح ملونة أظافرها فقال لها يا سناء مش إحنا قلنا دايما مع بعض في الأكل كل مع الكافر بس ما تكلش مع أبو ضوافر يعني إني أخفي يعني فقالت له نعم لا طيب قوم يغسل إيديكي عشان تكل قال له هيا وعدك هنستناكي لحد لما تيجي فقامت غسرت إيديها وجدت بأسلوب بسيط ولطيف يعني بتقول إنه كان دايما يعمل الكرسي اللي جانبه اللي هو دايما بتقول النهار في بر البيت وبس بيجي على واجبة واحدة يعني إذا ظرفه سمح في الواجبة دي اللي بيعه الجانبه الأكثر التزاما وأداء للواجبات التي عليه فمخصص دايما الكرسي اللي جانبه للحكاة دي يعني تبقى زوجته على طرفه والطرف اللي بقى جانبه التاني الأكثر مكافأة مكافأة اليوم يعني وتوله كان عامل سكرتيرا خاصة له هي أختهم الكبرى وفاء وفاء تقعد تكتب سيف تأخر عن المدرسة سناء صحية الساعة كذا فييجي بالليل يقرأ تقرير يومي عن التفاصيل الزوجة مشغولة بالمطبخ والترتيب والحاجات دي والبنت في وضع الإشارات المهمة له كأب ليعوض غيابه خارج بيته بتقول إنه كان عندهم خادمة وبعنهم بتقول في يوم ويطف الله يعني سنوات قليلة فشتمت الخادمة قلت لها اشتيمة آسفة قلت لها يا بنت الكلب فبتقول لي جيه والدها فعرف إنه هي شتمة الخادمة طيب هو عايز لي طفلة 3-4 سنين يعني ولا سنتين 3-4 سنين يعني فعايز يعني يفهمها إنه ده غلط ده مش صح فقال ليها تعالي أنت شفت باباها كلب بيهوهو قلت لها لا طيب ليه تشتميها تقول ليها يا بنت الكلب وده يدخل مدخل إني أي شيء ما هتشتميها إنسان إنت شفته كذا يبقى لأ طب حتى لما نشوفه كذا مش الأولى نصطرع إنسانه وصاحب معصية فده كان مدخل يعني جميل جدا في إنه رحمه الله دخل بنته بمدخل قضية إني لا ليس السلوك يكون السب أو الشت ده سلوك خاطئ وليس مقبولا أبدا بعد ذلك يعني كان يرتب مثل هذه الأمور في بيته يحرص على تحفظون القرآن تعليمهم الجلوس معهن مع البنات والأولاد وابنه يعني أكبر وقت مما يفرغ منه فيه حيث يترمى كل المشاغل ولذلك في حكاية بتروة أنا سألتها عنها قالت لي ليس صحيحة وسألت عنها الأستاذ سيفر الإسلام قال لي 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 ليس صحيحة كان الأستاذ الدكتور عبدالله ناصح علوان في كتابه تربية الولد في الإسلام ذكر حادثة إن كان عنده ابن مرض وبعدين كان خارج عنده موعد دعوي فهو خارج زكتور راح فين قال ليها رايح اللي دعته ابو ابني قال ليها إذا مات فجده أعرف الناس بالمقابر يعرف المقابر عن أبوه طبعا المشهد في شيء من الغلظة يعني أو من يعني مش منطق فسألت قالت لي لا ده ما حصلش يعني اتروت عن والدي غير صحيحة بالعكس والدي كان إذا حد مرض لا يعني وكان يرتب الأمر ده جيدا سألت الأستاذ في الإسلام الله يرحمه قال لي لا هذه لم تصح وربما حد يعني فيهم غلط الجملة لكن ليست أبدا من سلوك والدي ولا من تصرفه حقيقة المواقف دي مهمة لإني ببين خلل يحصل أحيانا في البيوت عند الدعاء كثير من الدعاء بينشغل بأنه يروح ويتنطط ويجي ويدعي ويعمل ويدخل ده يدخل الإسلام ويهدي ده ويصلح ده وبيته للأسف خرب طبعا إيمان الإنسان وعنم إيمانهم بأقدار الله لكن في جهد على الأب قو أنفسكم وأهليكم نارا وأمر لك بالصلاة واستبر عليها الحاجة سنة الله يرحمها اللي حكتولي ده كان عمل هذا التوازن أن الناس بتشوف الدعاء حسن البنة اللي عمل جماعة وتنظيم خاص وتنظيم عام والحرب في فلسطين والمشروعات الاقتصادية وطيب الجزء بتاع البيت ده ما تكتبش ما تحكاش فكان فعلا من الإضافات اللي بالنسبة لي كملت عندي الصورة عن الإمام الشهيد رحمه الله ما حكته الحاجة سنة غير حمها عن الإمام البنة حاجة سنة بعد كده تتزوجت يعني أحد الإخوة الأفاضر حفني رحمه الله وتوفي من كذا سنة والتقيب بهم في رحلة حج وكان ساعتها جايين زيارة لقطر وكان ساعتها ممنوع من السفارة السعودية حد ياخد فيزا للحج وهو جاي زائر ساعتها كلمنا شيخنا الشيخ القرضاء والله يرحمه فرفع السماعة للقنصل السعودي قرد معرف أن دي بنت حسن البنة جزال له خيرا يعني اداها الفيزا هي زوجها وبنتها وذهبت للحج والتقيب في الحج كان سنة ألفين واربعة على ما أذكر ويعني كان الناس دائما حتى صاحب الحملة اللي راحت فيها رايح الحج وكان معرفني بنت رسولة كان حفيا يعني وده برضو درسي تاني الواحد بياخده ان العمل الصالح من الأب يترك للأبناء ويجني الأبناء ثمار هذا العمل الصالح وكان أبهما صالحا رحم الله الحق سنة يعني كانت نموذج للعطاء ونموذج للفهم والأخلاق والسلوك وكانت محبوبة يعني في أسرة حسن البنة كذا حد من أبناء البنة مسميين بنتهم سناء يعني لستسف الإسلام مسمي بنت سناء على اسم الحجة سناء الله يرحمها وكذلك أختي لها أيضا مسميها في أكثر من سناء في الأسرة حبا في الحجة سناء الله يرحمها ربنا يرحم وتقبل في الصالحين ويعني يلحقنا بهم على خير حال اللهم أمين وإن الله ونلا يراجعون أقول قولي هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى 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 موسيقى